السلام عليكم يعطيكم العافية ثالث حبايبي اليوم ننخذ مع بعض درس جديد في التربية الاجتماعية وبهيك ان شاء الله نختم الوحدة الاولى في مادة التربية الاجتماعية الان انا عندي اليوم درسنا العمل التطوعي في المرات السابقة حكينا عن درس الحقوق وحكينا انه الحق هو ابسط الاشياء اللي ببحث عنها الانسان اينما وجد بعدها حكينا عن الواجب وحكينا انه الواجب هو عبارة عن مسئولياتنا تجاه الحقوق اللي اخذناها اليوم نحكي عن العمل التطوعي العمل التطوعي الان العمل التطوعي هو عبارة عن اعمال اختيارية مش اجبارية يعني اشياء احنا بنعملها مش مجبارين على عملها ولكن قد نختار انه نعملها بيقوم فيها الانسان طبعا بدون مقابل بدون مقابل بيعملها خدمة للناس او خدمة يعني بشكل عام للمجتمع اذا العمل التطوعي هو عمل اختياري مش اجباري مش زي الواجب الواجب عمل اجباري الواجب اعمال اجبارية العمل التطوعي اعمال اختيارية بيقوم فيها الانسان لخدمة المجتمع وبدون مقابل لخدمة افراد معينين او لخدمة المجتمع وبدون مقابل طبعا ويؤجر الانسان عليها من الله عز وجل العمل التطوعي يؤجر الانسان عليه من الله عز وجل طبعا يا ثارد اعطي ملاحظة العمل التطوعي ما بيكون الا باعمال الخير يعني مثلا اساعة جاري بقطف الزيتون هذا عمل تطوعي بس مثلا اساعة جاري بضرب صاحبه او اساعة صاحبي بضرب حدب الحارة هذا مش عمل تطوعي هذا مو عمل تطوعي ياريت ما نخلط الامور مع بعضهم يعني العمل التطوعي هي الاعمال الاختيارية والعمال الاختيارية مش الاجبارية يلي بيعملها الانسان لخدمة الاخرين والمجتمع وما بيكون فيها اذية يا ثالث ما بيكون فيها اذية هسا من الامثلة على الاعمال التطوعية مثلا قطف الزيتون مثلا بيت الجيران او مع بيت خالي او مع بيت عمي المساعدة في قطف الزيتون هاي من الاعمال التطوعية للاخرين ولكن للوالدين هي مش عمل اختياري للوالدين المساعدة في قطف الزيتون بتكون واجب لانه انا فرد من افراد الاسرة فبساعد الاسرة باعمالها ولكن بالنسبة لجيراني لا بتكون المساعدة في قطف الزيتون عمل اختياري يعني عمل تطوعي لبيت جدي برضو بيكون عمل تطوعي لبيت عمتي برضو بيكون عمل تطوعي اثنين المساعدة في تنظيف الحي نتساعد كلياتنا بتنظيف الشارع واماطة الاذى عن الطريق وشيل الاوساخ اللي على حفاف الشوارع هاي بنسميها عمل تطوعي ثلاث مساعدة الطفل في قطع الطريق انا شوف الطفل مش قادر يقطع الطريق مسكته من ايده وقطعته الشارع طبعا هو مش اخوي ولا ابن عمي مثلا فانا مش ملزم انه اقطع الشارع ولكن انسانيا انسانيا بما انه انا انسان يعني شايفه انه ممكن يندعس مثلا بقطعتي الشارع ممكن اجي انا اقطع الشارع ليش لانه هو طفل صغير هذا العمل انا مش مجبر عليه ولكن اذا عملته رب العالمين بيرضى عني وبيجزيني عليه خير اربعة مساعدة الزملاء في حل الواجبات المدرسية هسا انا حليت واجبات المدرسية وما علي اني اساعد حدا بحل الواجبات لانه انا انه يتحلي ولكن اذا سألني زميلي عن حل مسألة او عن حل الواجب وساعدته في حل المسألة او حل الواجب هاذ يعتبر عمل تطوعي هو عمل اختياري خدمت فيه زميلي بالصف زميل الي بالصف ومشيت واجبه تمام يا ثالث فانا اقجر عليه من الله عز وجل تمام يا ثالث كمان مثلا الاعمال التطوعية اللي بتصير دايما انه طالب محوش قلم فبنطلب له قلم زيادة وحده بعطيه تبرع بقلم زيادة او تبرع بمحايا زيادة او اعارة المسطرة للزميل هاي كلياتها اعمال تطوعية كلها يا ثالث اعمال تطوعية بالرد نعيد يا ثالث العمل التطوعي هو عمل اختياري ومش اجباري بيقوم فيه الانسان بدون مقابل بدون مقابل ليش لخدمة الاخرين والمجتمع بهيك يا ثالث بنكون انهينا درسنا لليوم ياريت يا حبايبي المعلومات هاي تنقولولي اياها على دفتر التربية الاجتماعية ياريت هاي المعلومات تنقولولي اياها على دفتر التربية الاجتماعية يعطيكم الف عافية يا ثالث طبعا بتترخولي اياها بتاريخ اليوم 11.11.2020 ميلادي واليوم الاربعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة